أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا أمير المؤمنين بيعة الغدير بكل عظمتها تختصر في هذا الشعار فهذا شعارنا الذي يجب أن تجتمع حوله عقولنا وقلوبنا وأن يتعلق به وجداننا أشهد أن عليًا ولي الله خلاصة ديننا خلاصة عقيدتنا بالله وبرسول الله أشهد أن عليًا ولي الله المائز الواضح واللامع البارق فيما بين الإيمان والكفر أشهد أن عليًا ولي الله عروة ديننا التي لا تنفصل فإنه لنفصام لها صلوات على سيد الأوصية وتحيات على أمير المؤمنين في حلقة اليوم سأنقل لكم صوراً من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربهم على الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة بطريقة شيطانية تحت يافطة التمسك بالشر يحاربون ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تحت هذه اليافطة الشيطانية الإبليسية القذرة إنهم الطوسيون المعاصرون الأنذال هذا هو واقعهم الأنذال متح عظيم لهم الذي يحارب ذكر أمير المؤمنين له وصف آخر في حديث العترة الطاهرة سأبدأ من رمز من الرموز الطوسية من محمد باقر الصدر هذه رسالته العملية الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت هذا العنوان عنوان ضلال أهل البيت ليس عندهم من مذهب كان يفترض فيه أن يقول الفتاوى الواضحة وفقا لدين أهل البيت أهل البيت ما عندهم من مذهب أنتم الطوسيون عندكم مذهب هو يتحدث عن المذهب الطوسي وزورا وكذبا يقال له مذهب أهل البيت أهل البيت ما عندهم مذهب عندهم دين أما المذهب فتلك هي صناعة البشر مذهب محمد باقر الصدر وأمثاله من مراجع الشيعة إنه المذهب الطوسي وهذا أن مذهب لا علاقة له بديني العترة الطاهرة قطعا أتباعهم سيسخفون كلامي ويسخرون منه وأنا أسخف كلامهم أيضا وأسخر منه قل كل يعمل على شاكلته هذه قاعدة قرآنية على شاكلته على نيته وعلى معرفته هناك نية تمتد إلى الحجة بن الحسن وهناك نية تمتد إلى محمد بن الحسن الطوسي إمام زماننا هو أيضا محمد بن الحسن فنية تمتد إلى محمد بن الحسن قائم آل محمد هذه نية ترتبط بدين العترة الطاهرة ونية تمتد إلى محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة هذه نية ترتبط بالمذهب الطوسي القذر فحينما يقول محمد باقر الصدر الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت هو يتصور هذا يتصور من أن أهل البيت عندهم مذهب وهو على مذهبهم أهل البيت ما عندهم مذهب هناك دين واحد هو دين محمد هو هو دين أهل البيت أما المذاهب الناس صنعتها الناس أحرار فيما يصنعون الطوسي صنع مذهبه لكنه بالكذب والدجل والخداء نسبه إلى العترة الطاهرة هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات أتحدث عن الفتاوى الواضحة عن الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر صفحة 386 وما بعدها في صفحة هذه والتي قبلها تحت عنوان صورة الأذان والإقامة ذكر فصول الأذان والإقامة بحسب ما يعتقد الطوسيون ولم يشر إلى الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد لم يشر إليها لا بعنوان القربة المطلقة لا بعنوان عدم الجزئية لم يشر إليها ذكر فصول الأذان والإقامة صفحة 385 386 ثم علق على ذلك وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه هذا الكلام ليس دقيقا الأذان والإقامة وردت لهم صور عديدة والذي اختار هذه الصورة هو الطوسي وتبعه معتنق مذهبه فهذا الاختيار هو اختيار الطوسي بغض النظر أكان اختيارا صحيحا أم لم يكن فتعدد صور الأذان والإقامة يشير إلى حرية الاختيار فيما بينها وهذا هو منهج العترة الطاهرة في بيان الأحكام لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الجهة هو هكذا يقول محمد باقر الصدر وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه فلا يجوز أن يؤتي أن يؤتي المكلف فلا يجوز أن يؤتي أو أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها في صورة الأذان وفي صورة الإقامة على أساس أنه جزء منها لا يجوز الإتيان بأي شيء آخر هو يتحدث عن الشهادة الثالثة لكنه يبدو يعاني من حالة نفسية معينة لم يصرح بها هل هي مخجلة يا أبا جعفر فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها في صورة الأذان والإقامة على أساس أنه جزء منها وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزء من أذانه وإقامته فهو جائز هو يساوي بين الشهادة الثالثة وبين أي كلام آخر أية إهانة للشهادة الثالثة هذه الفتاوى التي تقول من أن الشهادة الثالثة تذكر في الأذان والإقامة بشرط بشرط أن تذكر بعنوان عدم الجزئية هذه الفتاوى تهين الشهادة الثالثة هذه إهانة للشهادة الثالثة وهي إهانة لأمير المؤمنين هذا بالضبط كالذي يدخل على شخصين بنفس المنزلة علي نفس محمد فيسلم على الشخص الأول ويقول له هذا السلام واجب بالنسبة لك ويسلم على الشخص الثاني ويقول له هذا السلام ليس واجبا علي أن أسلم عليك هذه إهانة إهانة لأمير المؤمنين الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة بل هي الجزء الأوجب هي الجزء الأوجب لن أتحدث عن هذا الموضوع أنا سأعرض لكم في هذه الحلقة قذارة المذهب الطوسي وحقارة المذهب الطوسي عبر مراجعه وعبر رموزه وفي حلقة يوم غد سأعرض لكم الحديث عن الشهادة الثالثة وفقا لدين العترة الطاهرة في هذه الحلقة سأعرض لكم الشهادة الثالثة وفقا للمذهب الطوسي القذري النجسي الخرع هذه عقيدتي في المذهب الطوسي أنا حر فيما أعتقد وأنتم أيضا أحرار فيما تعتقدون مثلما تصفونني بالماسونية ومثلما تصفونني بالضلال وتصفونني بأقبح الأوصاف أنتم أحرار وأنا حر أيضا أصفوا مذهبكم الضال القذر الخرع أخاطب الطوسي فمثلما تصفونني بأقبح الأوصاف أنا من حق أيضا أن أصف هذا المذهب الضال الفارق فيما بين وبينكم أنني أتحدث وفقا لمنطق الكتاب والعترة وأتحدث بالأدلة والوثائق والحقائق وأنتم تتحدثون بالأكاذيب والإدعاءات الباطلة والإفتراءات القبيحة التي تصدر عن قباحتكم ومن قباحتكم هذا هو الفارق فيما بين حديثي وحديثكم على أي حال أعود إلى محمد ماقر الصدر إنه يستهين بالشهادة الثالثة بشكل واضح فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها في صيغة الأذان والإقامة على أساس أنه جزء منها وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز فبإمكاني المؤذن أو المقيم أن يقول أشهد أن علي ولي الله أو أن يقول أية جملة أخرى هذا هو منطق محمد باقر الصدق في رسالته العملية الفتاوى الواضح لا أستغرب منه وهو يخاطب العراقيين الشيعة والسنة في آخر بيان وبعده أعدم محمد باقر الصدق أقرأ عليكم من الشهيد الصدق سنوات المحنة وأيام الحصار محمد رضا النعماني كان مرافقا لمحمد باقر الصدق هذه الطبعة طبعة إسماعيليان الطبعة الثانية 1417 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 305 هكذا يقول محمد باقر الصدق وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني يتحدث عن المعركة بين المعارضة الشيعية والحكومة البعثية الصدامية المجرمة إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون يعني أبا بكر وعمر وعثمان والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل إذن لماذا رفضته الزهراء يا أبا جعفر حبيبي لماذا رفضته الزهراء ولماذا قتلوا الزهراء أنت لا تعتقد من أنهم اعتدوا على الزهراء من أنهم أحرقوا دارها أنا أعرف هذا أنت يا أبا جعفر يا محمد باقر الصدر لا تعتقد بذلك هذا مبين في كتبك لكن ألا تعتقد ببيعة الغدير فهؤلاء انقلبوا على بيعة الغدير فأي إسلام وأي عدل إلا أن تكون لست معتقدا ببيعة الغدير وأنتم نقضتم بيعة الغدير في المذهب الطوسي يا أبا جعفر نقضتم بيعة الغدير وأنت من أشد الناس نقضا لبيعة الغدير فأنت تتبع المنهج الطوسية والمنهج العمرية في تفسير القرآن وقد تشربت من رأسك إلى قدميك بفكري حسن البنة وسيد قطب وهذا أمر يعرفه الجميع عنك لقد سقطت مغشيا عليك أغمي عليك حينما سمعت بخبري إعدامي سيد قطب أنت تعرف سيد قطب أكثر مما تعرف إمام زمانك كتبك تدل على ذلك كتبك تدل على ذلك وهذا الكلام يكشف عن هذه الحقيقة لو كنت معتقدا ببيعة الغدير أكنت تقول هذا الكلام أي كلام هذا إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون هؤلاء من أي مجموعة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله الخليفة الأول والثاني والثالث في مجموعة والي من والاه أو في مجموعة عادي من عاداه ماذا تقول أنت يا أبا جعفر إنني أخاطب أتباعك أخاطب الذين يقدسونك فماذا تقول يا أبا جعفر هؤلاء من أي مجموعة من الذين يوالون علي أم من الذين يعادون علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ماذا تقول أنت يا مرجع الشيعة يا أيها الطوسي العظيم إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه متى في أي يوم يا أبا جعفر لماذا هذا الكذب على أمير المؤمنين متى حمل أمير المؤمنين السيف للدفاع عن حكم أبي بكر وعن حكم عمر وعن حكم عثمان متى حمل السيف للدفاع عن حكم هم لماذا هذا الافتراء أنا أقطع أنك تقول هذا الكلام بنية حسنة لكنه يكشف عن جهلك بمعرفة إمام زمانك لماذا ثقافتك في شؤون قذارات سيد قط واسعة وثقافتك في شؤون أئمتك ضيقة فأنت لا تعرف أئمتك ولا تعرف إمام زمانك أنت لا تعرف أمير المؤمنين الذي أنت تجاوره في النجاف متى حمل أمير المؤمنين السيف دفاعا عن حكم أبي بكر عن حكم عمر عن حكم عثمان في أي كتاب من كتبنا بل في أي كتاب من كتب السنة من كتبهم المعروفة في أي كتاب من كتبهم على الأقل أنا شخصيا عندي إطلاع واسع على تفاسيرهم على جوامعهم الحديثية على أمهات كتب التعريخ والسير عندهم على أهم كتبهم ومراجعهم المعروفة على مصنفاتهم في تعريخ الرجال وتراجم شخصياتهم في أي كتاب من هذه الكتب السنية ورد هذا الأمر حتى لو ورد في كتبهم يخالف عقيدتنا بدرجة مئة بالمئة يا محمد باقر الصدر أما قرأت الزيارة الغديرية هذه الزيارة التي وردت عن إمامنا الهادي وهي من أمهات زيارات أمير المؤمنين أقرأ من مفاتيح الجنان هكذا نسلم على أمير المؤمنين السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون الذي يخاطب بهذا الخطاب يكون جنديا مقاتلا تحت راية أبي بكر أي عقيدة هذه يا أبا جعفا أي سخف هذا السلام عليك يا دين الله القويم هذه العبارة تنقض عنوان رسالته العملية الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت أهل البيت ما عندهم مذهب أهل البيت عندهم دين وهذا هو دينهم عنوانه علي السلام عليك يا دين الله القويم هؤلاء هم أئمتنا أنت لا تعرفهم الدليل ما تتحدث به أنت تتحدث بحسن نية لكنك تتحدث ضلالا وكفرا يا أبا جعفر أسفي عليك أسفي عليك ما كنت كبقية المراجع من عشاق الدنيا كنت معرضا عنها كنت تتوقع من أنك ستقدم الخدمة للإسلام والمسلمين هكذا تعتقد بأن تكون في مواجهة البعثيين كنت جريئا وكنت شجاعا وكنت مضحيا أسفي عليك أنك غطست في قذارات القطبيين أسفي عليك يا أبا جعفر هكذا نقرأ في زيارة الغدير يا أبا جعفر نخاطب أمير المؤمنين وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك رسول الله هو الذي يقول لأمير المؤمنين وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك وأولئك كفروا بعلي وكفروا بغديره وها أنت تتابعهم ها أنت تكفر بمقامات علي وبشأن علي أنك تحول علي إلى جندي بائس يقاتل تحت راية أبي بكر من أين جئت بهذه المعلومة من الذي ضحك عليك بها يا أبا جعفر هذه أكذوبة هذه فرية يا أبا جعفر إمامنا الهادي هكذا يعلمنا أن نخاطب أمير المؤمنين وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك يا سيد الأوصياء والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنه ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك هل سيكون هذا جنديا بائسا يقاتل تحت راية ابن أبي قعافة أي منطق هذا يا أيها المراجع أطهسيون ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا كل هذا لا معنى له ثم اهتدى لابد أن يهتدي إلى أين ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين يا أبا جعفر هكذا نخاطب أمير المؤمنين في الزيارة نفسها مولايا يا أمير المؤمنين مولايا أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة والبرهان المنير هذا الذي نخاطبه بهذا الخطاب يكون جنديا بائسا ذليلا مقاتلا تحت راية ابن أبي قحافة والذي يصفه أمير المؤمنين في بعض خطبه بابن أم الذبان نخاطب أمير المؤمنين ونقول له أمارك رسول الله أمره أمارك في المواطن في المواطن في الأحداث والوقائع المهمة في الحرب أو في السل المواطن المواطن هي المواقع المواقع والأحداث المهمة في الحرب أو في السل في السل مثل ما خرج رسول الله إلى تبوك وترك أمير المؤمنين في المدينة أمارك في المواطن ولم يكن عليك أمير ولم يكن عليك أمير فكيف يا أبا جعفر تجعل من علي مأمورا لابن أبي قحافة كيف تفعل هذا يا أبا جعفر وأمارك رسول الله ورسول الله أمره أمر الله وأمارك في المواطن في مواطن الحرب والسلم ولم يكن عليك أمير إنه أمير المؤمنين فمن ذا الذي يكون أميرا عليه إنه أمير المؤمنين هذا الرجل مات على هذه المعرفة مات على هذه المعرفة البائسة مات وهو لا يعرف أئمة إن الحكم السنية الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر رجاء اعرضوا لنا كلامه بصوته إن الحكم السنية الذي مثل الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي التنزل للدفاع عنه لتحارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين التأكد من ذلك قد يقول قائل هذه تقية ولا معنى للتقية هنا لكنني حتى إذا قبلت بهذا فماذا أصنع بأول كتاب ألفه محمد باقر الصدر وهو دون العشرين فدك في التأريخ هذا الكلام موجود فيه والذي جاء في البيان جاء بعقيدة أسوأ على طريقة المراجع الطوسيين إنهم يتحركون باتجاه بول البعير إلى الخلف هذا هو حالهم حال مراجع حوزة النجف عموما عقائدهم في أيام شبابهم أفضل من عقائدهم وهم على فراش الموت هذا كتاب محمد باقر الصدر فدك في التأريخ وهذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة الثالثة ألف أربعمائة وسبعة وعشرين هجري قمري قم المقدسة في الصفحة السادسة والثمانين إن علي الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين هراء من هراء حسن البنة وسيد قطب علي هو الإسلام وهذا المنطق ما هو بمنطق العترة الطاهرة قبل قليل قرأت عليكم من الزيارة الغديرية نسلم على أمير المؤمنين السلام عليك يا دين الله القويم هذا هو الدين أما هذا الهراء هذا هراء القطبيين من أمثال محمد باقر الصدر إن علي الذي الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام ما هذا الهراء وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك إذن هذه عقيدة عند الرجل عقيدة منذ أيام شبابه هناك من ضحك عليه هذا الرجل مضحكة ولا أعرف عقيدته وبقي عليها إلى آخر لحظة قبل إعدامه أعدم الرجل وهذه عقيدته والكلام هنا في هذا البيان أسوأ من الكلام المذكور في كتابه فدك في التاريخ هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء هذا خيره هذا خيره البقية خرطي بنحو لا يتصور أنتم لا تعرفون الحقيقة أنتم مسخرة مسخرة يا أيها الشيعة مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة هذه الحقاق أمامكم أنا لا أحدثكم من كتاب بعيد عن الجو الشيعي أو من كتاب كتبه أعداء محمد باقر الصدر أنا أحدثكم من كتبه ومن كتب أقرب الناس إليه ومن بياناته التي هي مسجلة بصوته ماذا قال في كتابه فدك في التأريخ حتى أنه أن أمير المؤمنين اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك أعلنها المسلمون يوم ذاك في بيانه جاء الكلام بنحو أسوأ عبارة حتى أنه اشترك في حروب الردة ربما كان قائدا ربما كان أميرا هو لم يشترك هو لم يشترك حروب الردة كانت أساسا لقتال القبائل التي رفضت بيعة أبي بكر قالوا إننا بايعنا عليان في غدير خم أيام رسول الله فإذا انقلب الأمر فإننا لا نطيعكم حروب الردة من هنا بدأت فرفضوا أن يسلموا الزكاة والأموال والضرائب لأبي بكر قالوا إننا بايعنا عليان لكنهم لم ينصروا عليان وإنما رفضوا أن يكونوا مطيعين لخلافة السقيفة أرادوا أن يعودوا إلى أيامهم في الجاهلية هم لم يكفروا بالإسلام وإنما كفروا ببيعة أبي بكر ومن هنا قاتلوهم أمير المؤمنين لم يشترك في هذه الحار ولكن العبارة أفضل من عبارته هنا هناك في كتابه فدك في التاريخ حتى أنه أن أمير المؤمنين اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك أما في بيانه هكذا يقول حمل علي السيف للدفاع عنه للدفاع عن حكم أبي بكر إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر هذا هو كلامه كلامه هنا أسوأ مثل ما قلت لكم على منهجي ومساري مراجع النجف وكربلاء مثل بولي لبعير ليه وراء ليه وراء يرجعون هذه الحالة ليست خاصة بمحمد باقر الصدر بكل المراجع وقد ضربت لكم أمثلة عديدة منها عبر برامجي أن أأخذ عقيدة المرجع أيام شبابه وأن أأخذ عقيدته وهو على فراش الموت في أيامه الأخيرة فتكون عقيدته أيام شبابه على ضلالها الطوسي أفضل من عقيدته في أيام وفاته مثل بولي البعير هؤلاء مراجعون العظام هؤلاء هم المراجع العظام هكذا العظام وإلا وإلا فلا نذهب إلى فاصل في نفس السياق الطوسي القطبي القذر محمد حسين فضل الله لحاجة للكلام لحاجة للكلام حيّة على الفلاح حيّة على الفلاح حيّة على خير العمل حيّة على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هل تستشعرون أن الرجل شيعي أنتم ماذا تقولون هل تستشعرون هذا الرجل طوسي قطعا كما هو الحال مع محمد باقر الصدر وهو يسخف الشهادة الثالثة فإنه يقول كما في رسالته العملية الفتاوى الواضحة من أن المؤذن والمقيمة بإمكانه أن يقول أي كلام أي تجملة لكن بشرط أن لا تكون جزءا من صيغة الأذان والإقامة هل هذا كلام شيعي يقال للشهادة الثالثة التي هي أساس ديننا هؤلاء شيعة هؤلاء شيعة طوسيون رجاء أعيد بث الفيديو كما لا يا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّة على الصلاة حيّة على الصلاة حيّة على الفلاح حيّة حيّة على خير العمل حيّة على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هل تعتقدون أن مصليا يحذف ذكر أمير المؤمنين من صلاته بقصد وعمد لأنه هو هكذا يفتي في فتاوى من أنه لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة الإقامة ما هي بجزء من الصلاة الإقامة من المقدمات المندوبة المستحبة للصلاة ومع ذلك يقول لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة في الإقامة لماذا لماذا يا فضل الله يقول لأنها تفسد الصلاة بالله أحليكم ذكر علي ذكر أحلي يفسد الصلاة هل هذا هو منطق شيعي على دين العترة الطاهرة وحق الحسيني ما هو بمنطق شيعي على دين العترة الطاهرة إنه منطق شيعي على المذهب الطوسي القذر وقد ورث الطوسية هذه لولده علي الذي يصلي في مصلاة رجاء أعرض لنا الفيديو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا سيد علي ما ورثك أبوك إلا الضلال ما ورثك أبوك إلا الضلال على أي حال هذا الكتاب عنوانه في رحاب الدعاء آية الله السيد محمد حسين فضل الله هذه الطبعة الطبعة الثانية 1997 ميلادي طبع على نفقات مؤسسة بهمان الخيري بهمان هذا ثري إيراني معروف ممن يمدون محمد حسين فضل الله بالأموال في صفحة الحادية والثمانين في هذا الكتاب وفي هذا القسم منه محمد حسين فضل الله يشرح يفسر دعاء كميل في الصفحة الحادية والثمانين في آخر الصفحة ولذا يسأل علي عليه السلام الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب علي يسأل الله علي يسأل الله أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب ولذا يسأل علي عليه السلام الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب والتي تضع القلب في التيه والضلال حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى هذه الذنوب التي يسأل علي الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له تميت قلبه وتضع قلبه في التيه والضلال أقول لك فضل الله أنت عن من تحتي تحتي عن فد واحد عربونجي مع احترامي للعربونجية لو تحتي عن أمير المؤمنين أنت عن من تحتي ابن الأوادم عن من تحتي ولذا يسأل علي عليه السلام الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب والتي تضع القلب في التيه والضلال حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى أنتم من تحتيون عن محمد باقر الصدر ما تحتيون عنه بهذا المستوى من تحتيون في حزب الدعوة عن حسين معا وعن عارف البصري وعن فلان وفلان وفلان ما تحتيون بهذا المستوى تعطونهم صورة مقدسة صفحة 92 ألا تشعر أن علي عليه السلام لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقصم الظهر منها نعم إن علي عليه السلام يدفع خوفه من الله سبحانه وتعالى إلى أعلى نقطة ممكنة هو يريد أن يقول لنا إن خوفنا من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون كبيرا كبيرا صفحة 143 في أول الصفحة فلأن الله سبحانه وتعالى هو خير مرجو وأكرم مدعو فإن الإمام يفترض أن يكون فإن الإمام علي فإن الإمام علي يبدو أن الخطأ مطبعي فإن الإمام علي يقسم عليه بعزته لأنه جاء هكذا مكتوبا فإن الإمام علي يفترض فإن الإمام علي يقسم عليه على الله بعزته أن لا يحجب عنه دعاءه بسبب ما اقترفته يداه يدا علي من الذنوب أو بما كسب قلبه قلب علي من الآثام وكأن لسان حال الإمام عليه السلام في كل ذلك يقول يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي إلى أن يقول ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله هذا حال الإمام أتباعه يعتذرون عن يقولون هو يتحدث عن الإمام كي ينقل صورة إلى المؤمنين لكن الكلام هنا ليس هكذا ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري يا رب هناك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد هذا أمير المؤمنين يقول هكذا بحسب محمد حسين فضل الله يا رب هناك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحد وأنت الساتر الرحيم فيارب لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة وأعدك علي هكذا يقول لله وأعدك بأني سأتراجع عن خطأي وإساءتي ومعصيتي تقبلون هذا الكلام عن أمير المؤمنين هل هذا شيعي يتحدث عن أمير المؤمنين وفي كتاب عنوانه في رحاه بالدعاء هذا في رحاب تحت الحضار هذا في رحاب الضلال هذا في رحاب التي وليس في رحاب الدعاء هناك احتمالان الاحتمال الأول عقيدة محمد حسين فضل الله هي هذه بأمير المؤمنين وهذا هو الظاهر من كلامه الاحتمال الثاني إذا أردنا أن نحسن الظن به ومن أنه يطبق مضامين الدعاء على شخص أمير المؤمنين لأجل أن يوضح الفكرة للمؤمنين وما هذا الهراء هم هكذا يقولون ما هذا الهراء ألا يوقع المؤمنين في الشبهات الذين يتبعونه ويثقون بكلامه ويعتمدون على فكره ويقرؤون كتبه ألا يوقعهم في الشبهات أن يجعل شخصية الأمير بهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي ومن ارتكابه للذنوب والسيئات والفضائح وحتى إذا أردت أن أقبل هذا فما سوء الأدب هذا هذا سوء أدب حتى لو كان محمد عسين فضل الله لا يعتقد بهذا في أمير المؤمنين فهذا سوء أدب وأية جرأة هذه أن يأخذ دعاء من أدعية أمير المؤمنين ويقوم بشرحها هذا المرجع الأثول ماذا يفقه من ثقافة عترة أهل البيت دعاء كميل هكذا يبدأ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء إنها إنها الحقيقة المحمدية والتي تجلت في محمد الذي أرسل رحمة للعالمين لكل شيء اللهم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ما هو هذا المضمون نفسه وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء ألا نسلم على أمير المؤمنين السلام على يد الله الباسطة باسطة بماذا باسطة بقوة الله السلام على يد الله الباسطة السلام على عين الله الناظرة هكذا نسلم عليه في زياراته الشريفة في زيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلي السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة يده الباسطة هذه قوته إنها يد باسطة ومبسوطة على كل شيء يد الله وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء نحن نخاطبهم في زيارتهم الجامعة الكبيرة وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم ونخاطبهم في أدعية شهر رجب فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبأسمائك الصادق هو الذي يقول نحن أسماء الله الحسنى هؤلاء ماذا يفقهون لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة إنه المذهب الطوسي القذر خلصوا أنفسكم خلصوا أنفسكم وابحثوا عن دين العترة الطاهرة عبر هذه الخناة المأسونية كما يسميها محمد رضا السستاني كما يسميها السستانيون الحقراء الكذابون السفلة الدجالون تعلموا دينكم دين العترة الطاهرة من هذه القناة الماسونية كما يصفها السستانيون السفلة من كبيرهم إلى صغيرهم هؤلاء هم مراجع الشيعة ورموز الشيعة الحديث مستمر مستمر نذهب إلى فاصل في الاتجاه نفسه الاتجاه الطوسي الاتجاه القطبي الاتجاه الفضلاوي كما يسمونه ياسر عودة على كل حال كل علماءنا ما حدا بيقول من فقهاء أن حتى الشيخ المفيد والطوسي والطبرصي كل علماءنا ما حدا بيقول أنها جزء مستحب بيقولوا ذكر مستحب جزء ما حدا بيقول جزء يعني مثل مثل أشهد أن محمد رسول الله ما حدا بيقول حتى الشيخ الطبرصي يقول في كتابه يقول أنه هذه بأن سقطها بين الفرقة المغالية لعنهم الله بلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج الشيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه جو رأيكم في حلقة مئتين واربع طعش من برنامج الخاتمة أتمنى أن تعودوا إليها حلقة مئتين واربع طعش من برنامج الخاتمة أنا ناقشت هذا الرجل ياسر عودة هو تسأل شون رأيكم أنا جاوبت قلت بالنسبة إلي رأيي إنك كذاب وجاهل وحمار وسأثبت ذلك لك وأثبته وحق الزهراء بالأدلة القطعية هو تحدث عن الطبرسي وعن كتابه الاحتجاج هذا هذا الكلام الذي ذكره يحسر عودة عن كتاب الاحتجاج لا وجود له أساساً كتاب الاحتجاج موجود وأنا تحديته قلت له في أية طبعة في أية نسخة خطية في أي مكان وجدت هذا الكلام كذاب هذا الرجل وجاهل وحمار يتحدث بملء فيه وبجرأة كاملة وكل الذي قاله لا حقيقة له ما نسبه إلى الشيخ المفيد لا حقيقة له كتب الشيخ المفيد موجودة والزهراء البتولي لا يوجد حرف واحد فيها أنا تتبعت كتب المفيد ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا أتعلمون متى قبل أكثر من خمسة وثلاثين سنة تتبعتها أبحث عن قول له بخصوص الشهادة الثالثة فما وجدت له قول لا في كتبه ولا في كتب نقلت عن على الإطلاق فلا يوجد شيء عن المفيد لا في كتبه ولا في الكتب التي نقلت عن بخصوص الشهادة الثالثة من أين يأتي بهذا الكلام هذا كذب وجهل هذا جاهل جاهل حمار هذا حمار يتحدث يتحدث بملء فمه قطعا هو لا يعلم أنه يكذب وإنما يكذب في بعض حديثه لكنه جاهل حمار هذا حمار فأنا أجبته هو اللي قال شنو رأيكم قلت لا أنا رأي أنت كذاب وجاهل وحمار وحتى الكلام الذي نسبه إلى الطوس رأي الطوس ليس كذلك رأي الطوس قرأته عليكم هذا الكلام لا يوجد في كتب الطوس على الإطلاق كل ما تلفظ به لا يوجد منه حرف لا في كتب الطوس ولا في كتب المفيد ولا عند الطبرس أيضا فكل هذا كان كذبا وجهلا واستحمارا من هنا أقول من أن الرجل كذاب وجاهل وحمار رجاء أعيد بث الفيديو على كل حال كل علماءنا ما حدا بيقول من فقهاء أنه حتى الشيخ المفيد والطوس والطبرس كل علماءنا ما حدا بيقول أنها جزء مستحب بيقول ذكر مستحب ما حدا بيقول يعني مثل أشهد أنه محمد رسول الله ما حدا بيقول حتى الشيخ الطبرس يقول في كتابه يقول أنه هذه سقطها بين الفرقة المغالية لعنهم الله بيلعنهم كمان في كتابه الاحتجاج شيخ المفيد يقول من قالها في الأذان معتقدا أنها جزء من الأذان فهو فاسق ولا تجوز الصلاة خلفه جو رأيكم والله ما قال هذا لا الطبرس قال ويبير عنهم كمان لا الطبرس قال ولا المفيد قال ولا الطوس قال هذا الكلام هذا الكلام ليس موجودا في كتبه هؤلاء هم علماء الشيعة هؤلاء هم رموز الشيعة وهؤلاء هم الذين الشيعة تعجب بهم كل حسب مذاقه وكل واحد شايف لمطي وحط نصبه يقدسه كل واحد ما أخذ لمطي بحسب مقاييسه وحق الحسين هذا الرجل كذاب وجاهل وحمار بتمام معنى الكلمة عودوا إلى الحلقة ميتين واربعطعاش من برنامج الخاتمة ستطلعون على التفاصيل نذهب إلى فاصل تحفة أخرى من التحف الشيعية مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين إنه تجمع العلماء المسلمين في لبنان رجاء أعرض لنا صورة هؤلاء العلماء المسلمين الذين تجمعوا في لبنان هؤلاء هم العلماء المسلمون المتجمعون في لبنان الله يكثرهم إن شاء الله إحسين غبريس هو هذا مسؤول العلاقات العامة في تجمع في تجمع إنه متى إنه متى تضرطون أعرضوا لنا هذا التحفة ولا بأس إذا كان لابد من أن يتنازل البعض عن شكليات وعن أمور لا تتعدى مجرد البروتوكول يعني على سبيل المثال ليس هناك من مانع أن يتخلى الشيع عن ذكر أشهد أن علينا ولي الله في الأذان لأنها أبو الأصل لم تكن واجبة هذه مسألة شكلية يمكن التغاضي عنها شكليات هذه بروتوكولات ماذا أقول لهذا الغبي الأخراق هذه حمائم المذهب الطوسي إنه المذهب الضال النجس القذر الخرق وهذه أثاره واضحة أعرضها بين أيديكم من صغار القوم إلى كبارها نذهب إلى تحفة أخرى جواد الخالص وأنا كنت جالس في المدرسة الخالصية مدينة العلم اللي نحن الآن نجر فيها الحوار شيخنا قاد الفضول إلى أن أسألك قبل أن أختم الحلقة الأذان اللي سمعته أنتم شيعة اثنين عشرية وإمامية ما بي أشهدوا أن علي ولي والله هو الأذان الأول الذي أذنه رسول الله وأذنه الأم عليهم السلام علي والإمام الصادق كان هذا الأذان الذي سمعته هنا والعلماء بالاتفاق في المرجعيات الدينية يقولون الشهادة الثالثة ليس جزءا من الأذان هو أصل الأذان مستحب أعرفها حقيقة يعني بالنهاية هو إشارة للمصلين بأنه وقت الصلاة قد حان صحيح وبالتالي سماعة أو عدم سماعة حقيقة هو ممعي لقيام الصلاة لكن لماذا تميزون أنفسكم كشيعة عدم تشهد بعلي بن بي طالب مثلا نحن نشهد أن علي ولي الله بشكل خطأ لكن ذكره في الأذان بهذه الكيفية لم يرد فيها نص صحيح باتفاق العلماء الخالصيون لا يستحقون أن أعلق على كلامهم هم جزء من هذه المجموعة الطوسية وهم على حاشية الواقع الشيعي لا تأثير لهم في الواقع الشيعي هم يضخمون في أنفسهم وإلا فلا أثر لهم على أرض الواقع ولذا لست محتاجا أن أعلق على كلامهم أذهب إلى مرجع معاصر إلى كمال الحيدري وهو يتحدث عن الشهادة الثالثة أنا بودي واقعا أن هذه القنوات الفضائية وأن هؤلاء الذين يتصدون بعضهم بيني وبين الله لا يستحق الحديث ليس بمستوى أن يفهم هاي المطالب حتى يجيب عليها ولكن أولئك الذين أنا أعتقد أنهم أصحاب فضل وخلي كون فتح حراك فكري كون على ثقة أنا طالب هذا طالب أنه يصير هذا الحراك الفكري لتصحيح هذه الكتب عندنا بالأمس أحدهم مولانا يقول بأن الشهادة الثالثة لابد في كل مكان تقال حتى في التشأ كذا كذا منين مولانا لروايتي منه ها لابد سمعها الأعزاء يا رواية مولان ها تفسير الأمام العسكري هو الشي تقول بيني وبين هو حتى الذين لا يقبلون لا يحاكمون النصوص الروائية بالسند لا يقبلون جنو تفسير العسكري بينك وبين الله ماذا نقول لمثلي هكذا الطبقة وهكذا مستوى من الفهم أعتقد أنه يشير إلى الشيخ محمد السند لأنه في تلك الفترة التي كان يتحدث فيها كمال الحيدري هذا الحديث انتشر فيديو لشيخ محمد السند على اليوتيوب يتحدث فيه من أنه لم يكن مطلعا على هذه الرواية التي عثر عليها متأخرا في تفسير الإمام العسكري بخصوص الشهادة الثالثة أعتقد أن كمال الحيدري يشير إلى هذه الواقعة أنا أجيب عليه أقول سيدنا إذا كان المقصود شيخ محمد السند أو قد أكون المقصود أنا لا أدري لكن الذي يغلب على ظني هو يتحدث عن محمد السند محمد السند ما سو شي غلط محمد السند جاب رواية صحيح أن تفسير العسكري في نظرك ونظر أساتذتك الطوسيين في نظر الخوئي في نظر محمد باقر الصدر والآخرين هذا التفسير موضوع هذا التفسير منكر تنكرونه لا تقبلون به لكن بالنتيجة جاب لرواية من كتاب موجود أنت شو تقول الحالك وأنت تتحدث عن نفسك من أنه أنت تحكي وما تدري شو تحكي يعني مخبّر سويت أطباقات أنت اللي تحكي مو أنا اللي أقول أنت تحكي عن نفسك رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة ما ندري أنت موقع والله لا أفكر بأي شدر والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت جهنة وموروث رواي يهودي نظراني كذا ناشرة مخططة ناشرة كاتبة ناشرة جائلة وكأنه في ذاك الموقع ما أعجل لا هيدجون أبونا أنا قلت أبونا والله لا كاتب عجبت نروح أبونا اطنا حج هماتينا نزلت جوه هذا شيخ عزيزة القطير قام يطر حلوات والله قام يطر حلوات قالت هلوم يكيل تشهل تشهل وكهل واجهل نزلت من الدراج لم هو بلي بلي من الزوز لم عزيزة شيخ عزيزة القطير مهزة أفصيل 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 فهو من ينزل مولانا يقع كامل أنا بيسمعني كامل هو يقع جوه ويسمعون عراض بيشهم وبعض نحن مخابرات النزل يا الله فالعادي وعزيزة عراض ما أدري أعوذ بالله ما أدري أن ينزل روح حللها عز علما أن يرزل يقول بابا هذا مريض 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 الشيء يقول لك أخو متدسس أني عن شيء أقول لا أعلم أنا بيأقول محب العلم أنا جاء جاوب أقول هذا حق المحن عشر لا ما تفض أقول الضاهز يقول 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 أما أنه احتمالا أكبر شيء آخر حينثاري برد ولا أعلم أنه ما منقبت مريض أو أنه إلهية أو أنه شيء طانيش مبريض ولهذا ما أتبتتها اليوم واحد جلت جلت هيدنا البيني ويقولها بإنبسان لك فاليوم ما أتبتتها ألا أحد واحد هو يبكي فاليوم ما شكيتك أول بكي ليش تسوى 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 أخو أستوى وين تسوى الأن ليش لولله ما خطر على ذهني إلهي ليش يجدوك ما خطر على ذهني إلهي ليش يجدوك كيف يجدوك كيف يجدوك مصدق الله إلهي إلهي لا والله لا أدخل في حالة من ألف عام حتى أنه يقول كل أقول ما هو عبد الله ما هو عبد الله هو عبد الله خاصة ولا معتقدا بالجر وتشوفون أنا ما معتقب بناظرية ولكن هذا وحيد الوجود الشخصية وهو المتكلم فعلى السابق ولكن هو مرأي بهذا الشيء تتطلح على الجرسة الكل مثلا هذا التصور العام أنه سيد الحيدري كان معد لهذا الأمر كان وحقا ده أقول هذا يعني هذا الكل مو هناك أقول هو من الحاجة اللي أحسينها ما معد له هذا هذا ما نتجرسه ويعني نقول أنه من سؤال الأدل كنا نقول هنا ضينا بعض الأدل أن أحيانا بعض النظرات صبع أحسن صبع الله عبد عبد واي مجموع شوية واي منا لا كاتبين أصل بعض الأحيان أروحي الكوتر أقول لهم بعض الأحيان من أصلح أقول له هذا البحث بأنه في السجر أتسره هذا ما تمكن تحضر به هذا المنجحة في السجر يجب أن تدني أبوه وكذلك وكذلك أقول طبعا منك في السجر أتسره يقول بابا هذا لا شخص ما نبيت أقول لك أنا ما إنتفت أما تضطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله للمقذمات توفيق إلهي لابد أتسره تضطيها الفد واحد بيني وبين الله كراءات 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 يقول بابا هذا السلوء التوفيق اللي يحكي عن الزراع لو لا سمع الله مع حياة خلوة زيني هل يمكن أن تكون هذين ذا هذا أقول يجب أن تتروح أنا أطلع من أطلع أقول سيدة بالرسولة ما عندك شغلها اليوم حجية فلاك شاية أنت ويا نبتها يقولين أقول علي شنو حجية شاية التوبين ولكن فلعة راحت خلصت السلام في كذا ما دونك لم تتكلن وعندما تتكلم أنت اطلع شنو ذول هم اللي تأخذون دينكم منه هذا كمال حيدري هو اللي جايش عن نفسه وفي حديث وجداني مع خواصه لا هو بحديث إعلامي حتى يمكن أن يقال من أن الرجل عنده مقاصد معينة هذا حديث خاص ليس إعلامياً خواصه هم الذين سجلوا هذا الحديث في جلسة خاصة السؤال هنا هل يجوز له أن يخرج على الفضائيات وأن يتكلم وأن يقول وأن يتحدث وهو بهذا الحال لا يجوز له شرعاً ذلك عليه أن يضبط نفسه لا يجوز له شرعاً أن يتكلم بأمور في حقائق الدين هو لم يكن قد حققها ولم يكن قد بحثها يتحدث بحديث خطير من أن الموروثة الرواء عندنا عند الشيعة في كتب حديث أهل البيت موروث يهودي نصراني مجوسي وهو يقول إنني لم أهيئ لهذا الكلام ولم أبحث ولم أحقق وإنما جاء الكلام هكذا بشكل استرسالي من دون قصد على لساني طلابه يقولون له إننا كنا نتوقع من أنك كنت مهيئاً لهذا الباحث كلام بهذه الخطورة لابد أن يكون مسبوقاً بالتحضير والإعداد والتهيئة والتحقيق هؤلاء يعبثون بدينكم ويضحكون عليكم لهذا السبب أنا قتله قتله قبل شوية قتله إذا كان شيخ محمد السند ذكر رواية من تفسير الإمام العسكري على الأقل هو جابها من كتاب بس أنت هذا الخرط مالتك منين تجيبه هذا التمضرط مالتك منين تجيبه إذا أنت عقلك اطباقات وسويتش أنت جاي تقول على روحك هذا ليس أنا اللي أقول يقولوا ما أدري هي إلهية لو شيطانية إش مدريني أنا نطق الشيطان بألسنتهم ونظر بأعينهم وهذا هو الذي يقوم به كمال الحيدري وأمثاله من الطوسيين من الذين تأخذون دينكم منهم هنياكم بهم هنياكم بها الثولان ذولا مخابيل وسويشات على طباقات على صقاطات ذولهم علماءكم ومراجعكم نذهب إلى فاصل رجاء نعرض لنا الوثيقة رقم واحد وعشرين من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة كمال الحيدري إخربط أي مسلت أي مضرط اشتردون تقولون قولوا إنه يسيء الأدب في أقبح ما يمكن أن يكون من وهو يتحدث عن أمير المؤمنين بالنسبة لهم بلا إشكال مقدمة لا شك فيها ولهذا أمير المؤمن من بعد في راحة راحة تلتم المؤمن خاصة 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 بالنسبة لك كل حياتي إذا أموها شكل عكشان مرير ليش بطنا شبيرة مولا؟ لأنه يا ابنى الأنزعي بطين مولا شاعد بطم مولا أمير مين يكون ميرا؟ مين يكون أدوء ميرا؟ كل هذا ميرا لأنه إحنا نشحوك انت تافل تعتبر الكمال بعدم الأكل فتنسب الكمال شئر أنا لا أعلق على طيحة حظ كمال الحيدري أترك التعليق إليكم لكنني أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي تتأكد من قذارة هؤلاء كنت أدوء مالي الطوسي بالنسبة ليهم بلا إشكال مقذبة لا شك بها ولهذا أمير ممن من بعدها سي حتمتم المعدة بطاق قاعد بميز مولانا اجل. انتظري انا اجل. حسا شاني رجيت هز مرة اجريت كده هزا سابهين. انا هم موجينة الان. والله يوم يا اكثر 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 هزا. بس انا الحال خايف على الصحي ما اقول. شاني خاف على الصحيات ما يأكلش. ما يجيب علي شنو ما يأكل. انت خاصينا. ثم انا اجريت يا سبابا مرة زينام جابتها وزيابس حليب قالوا هزا مليون كل وقت هزا انت خبطتونا او شو هو عامل. هو مرعا يا انت زبتلي كل حياتي خير. اذا امو هشكل عشان مريض. ليش بطنا شبير مولا? لانو يا ابن الانزعين. بطين مولا. شاعد بطن مولا انا ميرو. مليك ميرو. مليك ميرو. مليك ميرو. مليك ميرو طوق ميرو. لانو احنا نشعب. انت تافل. انت تافل. الكمال في عدم الاكل. فتنزم الكمال شر. انا وانت تفيد الشخصي. اخوة الواية موارضة لبنى الصادق سلام. سانتقل بكم الى المراجعي الطوسيين. السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الصور اللوحات. واذا كان هناك من فيديوات ايضا. بحسب التسلسل الذي ساذكره. ساذكر تسلسلا. اعرضوا لنا رقم واحد. هذا هو نص فتوى السيستاني. الاحوط وجوبا تركه. هذا جواب على سؤال. سؤال. اعرضوا لنا رقم اثنين. هذا هو السؤال. ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد. في التشهد الوسط والاخير. في الصلوات الواجبة. هذا هو المراد. الجواب الاحوط وجوبا تركه. رقم ثلاثة. هذا الموقع الرسمي الالكتروني للسستاني. ومنها نقلنا السؤال والجواب. رقم اربعة. ان كان جهلها جهل امرأة تسأل سؤالا سنعرضه. من انها حينما تصلي تذكر الشهادة الثالثة. في التشهد الوسط والاخير. ان كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها. وان كان تقصيريا قضت تلك الصلوات على الاحوط لزوما. قصوريا هي جاهلة من البداية علمت الصلاة بهذه الطريقة. اما تقصيريا فانها علمت الصلاة من دونها اضافت الشهادة الثالثة بعد ذلك. قال لها من قال لها. مثلا تابعت برامج قناة القمر. وسمعت ما يقال في قناة القمر عن الشهادة الثالثة. ان كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها. وان كان تقصيريا قضت تلك الصلوات على الاحوط لزوما. اذا كان هناك من اخطاء املائية فاننا نقلناها من الموقع نفسه. لانه توجد نقطتان تحت الياء في كلمة على. وهكذا في بقية ما سيعرض هو نقل من المواقع من مواقع المراجع. رقم خمسة. هذا هو السؤال والجواب. امرأة تصلي لكنها كانت تأتي بالتشهد بهذه الصيغة. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا رسول الله. وعليا ولي الله. لسنوات عديدة. فما حكم صلواتها. الجواب ان كان جهلها قصوريا فلا قضاء عليها. وان كان تقصيريا تعلمت بعد ذلك. قضت تلك الصلوات على الاحوط لزوما. رقم ستة. هذا هو الموقع الالكتروني الرسمي للسيستاني. الذي اخذنا منه هذه الفتاوى. ذكر امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوجب فساد الصلاة ويوجب بطلانها. لذلك على الذين يذكرون امير المؤمنين ان يقضوا صلاتهم. صلاتهم من دون ذكر امير المؤمنين لا تقضى. لانها صحيحة. واذا ذكر امير المؤمنين تصبح الصلاة باطلة. تف على الطوسيين من اولهم الى اخرهم. تف على الطوسي وآل الطوسي. رقم سبعة. سعيد الحكيم. المرجع الذي توفي. هذا جواب لسؤال سنعرضه. رقم ثمانية. السؤال هكذا. هل يجوز ان يقول المؤمن في صلاته عند التشهد في الركعة الثانية. اشهد ان علي امير المؤمنين عملا بخبر الاحتجاج. هذا خبر في كتاب الاحتجاج. عملا بخبر الاحتجاج المروي عن الامام الصادق عليه السلام. اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين. الجواب من سعيد الحكيم. لا يجوز ذلك لانه كلام مبطل للصلاة. وليس الحال كالاذان الذي لا يبطل بالكلام في اثنائه. في الاذان يستطيع الانسان ان يتكلم كل شيء. حتى في امور الدنيا. يستطيع في وسط الاذان ان يتحدث مع شخص في امر دنيوي ثم يكمل اذانه. يساوون بين ذكر امير المؤمنين وبين اي كلام بالضبط. مثل ما افتى محمد باقر الصدر. ما هم يشربون من نفس الانية الوسخة القذرة. رقم تسعة. هذا هو الموقع الالكتروني الرسمي. ومن هناك اخذنا الفتوى. رقم عشرة. سؤال اخر. موجه لمحمد سعيد الحكيم. الجواب اذا كان جاهلا. جواب السستاني نفسه. اذا كان جاهلا فصلاته الماضية صحيحة. وعليه ترك ذلك فيما بعد. رقم اذا كان جاهلا. اذا كان جاهلا. وعليه ترك ذلك فيما بعد. انهم يسخفون اذا كان الشهادة الثالثة. فاذا كان جاهلا. لا بأس بذلك. اما اذا كان عالما وقاصدا وعامدا. وبنية صحيحة. ان يذكر امير المؤمنين يرفضون ذلك. ويقولون له. عليك ان تعيد صلاتك. اذا كان الوقت باقيا لاعادتها. او ان تقضيها بعد ذلك. اذا انتهى وقتها. رقم اثناش. الموقع الالكتروني. لمحمد سعيد الحكيم. الذي اخذنا منه الفتوى. رقم ثلاثة عشر. انه اسحاق الفياض. لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة. جواب لسؤال رقم اربعة عشر. السؤال. هل يجوز ان يقول المصلي في التشهد بعد الشهادتين. اشهد ان عليا ولي الله. والائمة الاحد عشر من ولده حجج الله بقصد القربة المطلقة والجزعية. يعني في الحالتين. الجواب لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة. حرب واضحة. ما هو الذي في الشهادة الثالثة. حتى تحارب بهذه الطريقة. رقم خمسطعاش. انه الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض الذي نقلنا منه الفتوى. رقم ستعاش. ايضا اسحاق الفياض لا تجوز الشهادة الثالثة في التشهد. رقم اسبوع طعش. السؤال والجواب. هل يجوز ذكر الشهادة الثالثة. اشهد ان عاليا بالحق ولي الله. اثناء الصلاة. وعند التشهد. بعد الركعة الثانية. وعند التسليم. الجواب. لا تجوز الشهادة الثالثة في التشهد. رقم ثمنتعاش. الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض. ومن هنا نقلنا الفتوى. رقم التسعطاعش. هذا هو التشهد الذي يفتي به اسحاق الفياض. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد. وان لا يزيد على ذلك. منع للشهادة الثالثة. رقم عشرين. السؤال والجواب. الكلام هو هو المتقد. رقم واحد وعشرين. هذا هو الموقع الالكتروني الرسمي لاسحاق الفياض الذي نقلنا منه ما نقلنا. نذهب الى بشير النجفي. هذا هو بشير النجفي. الجواب طويل لذا سيكون متحركا. ساقرأ عليكم الجواب. السائل يسأل عن الشهادة الثالثة في الصلاة. هكذا يجيب بشير النجفي باسمه سبحانه. اعلم يا بني ان الصلاة اخذناها من الامة. وهم اخذوها من النبي. وهو اخذها من الله. ولا يجوز لأحد حتى النبي ان ينقص او يزيد فيها. اية عقيدة هراء عندك يا ابو البشائر. النبي ليس له الولاية في ان يزيد او ان ينقص من الصلاة. من اين جئت بهذه العقيدة يا ايها المرجع الكبير. شنو هذا تمضرط شيخنا. هذا تمضرط من اين جبته. من اين صفحة جبته. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهذا ما ذكره لهم في بيعة الغدير. وبيعة الغدير شأن ديني. بصريح القرآن انها مقدمة على الرسالة كلها. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي اولى منا بانفسنا. في شأننا الديني. وفي شأننا الدنيوي. في شأننا الديني. له الولاية المطلقة. ان يشرع ما يشرع. وان يوقف التشريعات. وان ينسخها. الاحاديث التي ترد عن المعصومين تنسخ الآيات. اذا لم تكن معتقدا بهذا. فلابد ان تغير جملة من الاحكام في رسالتك العملية. لان الآيات دلت على شيء. فجاءت الروايات ونسخت ما في تلك الآيات. وحكمت بعكم جديد. وانتم كما تدعون تعملون بالاحاديث. فكيف لا يكون للنبي الولاية والسلطة على تغيير شؤون الدين. نحن هكذا سلمنا على امير المؤمنين قبل قليل في الزيارة الغديرية. السلام عليك يا دين الله القويم. انت لا تعرف امام زمانك يا ايها المرجع كبقية المراجع الطوسيين الثولان. مع كل احترامي لجنابك الكريم. انت لا تفقه شيئا من دين العترة الطاهرة. انت على المذهب الطوسي القذر. اجوبتك كاجوبة الذين سبقوك في الخانة نفسها. كاجوبة السيستاني الطوسي. واجوبة سعيد الحكيم الطوسي. واجوبة اسحاق الفياض الطوسي. وانت طوسي وطوسي اخرق. كيف تقول هذا الكلام عن رسول الله. اما قرأت في زيارة اهل ياسين. يا ايها المرجع العظيم. وانت تخاطب صاحب الامر. وهذه الزيارة نص جاءنا من الناحية المقدسة. الامام وضع فيها عقيدتنا بنحو موجز ومختصى. وحينما نزور الامام بها اننا نعرض عقيدتنا عليه. فعينما نخاطبه. ونقول له. واشهد انك حجة الله. حجة الله. حجة مطلقة. اذا كان الله يقيدها. فليس لها من ولاية في الدين مطلقة. فلن يكون الامام حجة من الله مطلقة. لابد ان تقيد هذه الحجية. لكن الذي نعرفه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. هم حجة الله المطلقة. على الاطلاق بتمام معنى هذه الكلمة. واشهد انك حجة الله. حجة مطلقة. له الولاية المطلقة. في شؤون التكوين. وفي شؤون التشريع. بدليل القرينة القادمة. واشهد انك حجة الله. انتم الاول والاخر. انتم الاول والاخر. تكوينا وتشريعا. لا يستطيع احد هنا ان يخصصها بجهة التكوين. او ان يخصصها بجهة التشريع. فان الزيارة من اولها تتحدث عن الشأن التكويني وعن الشأن التشريعي. المضمون الحاكم في الزيارة من اولها الى اخر عبائرها. الكلام فيها عن الشأن التكويني وعن الشأن التشريعي. انا لا استطيع ان اقف عند كل صغيرة وكبيرة لاجل بيانها. انصحك ان تعود الى زيارة الياسين. كي تتلمس مضامين الولاية التكوينية والتشريعية. بالمستوى المطلق. وهذا واضح في كل زياراتهم وادعيتهم ورواياتهم الشريفة. اشهد انك حجة الله. انتم الاول والاخر. صاحب الامر. يأتينا بكتاب جديد من عنده. وبأمر جديد من عنده. كل شيء عنده من الله. هم وجه الله. لا يوجد تفكيك فيما بينهم وبين الله. اذا شئنا شاء الله. واذا شاء الله شئنا. فما هذا المنطق الخرئ. يا ابا البشائر. ما على اساس تقول انت عارف وتفتيم. وتضحك على طلابك. انا عندي اخبارك. اتابع البرنامج انت. ايام ما كنت اتحدث عن التقويم القمري. لما تحدثت عن تعدد المظاهر في الكون والوجود. وفي المراتب الغيبية العالية. انت ما تشنت تفتيم. بس تضحك على طلابك. تقول لهم هذه المطالب. انا ما اشرحها لكم. لان انتم ما تتحملون. فنتركها. كانوا يسئلونك. وانت تقول لهم هذه المطالب. انتم ما تفهمونها. اخاف اشرحها لكم. وما تتحملون. لانه انت اساسا ما كنت تفتيم شي. فما ادري اذا رجعت الى زيارة اهل ياسين. راح تفتيهم. شلوهم تفتيهم على اي اساس. مو بس انت. انت واللي قبلك. انت واللي قبلك. اسولف لك سالفة. يقولون فد ايراني كان يقرأ في سورة الاعراف. عربيته مو هالقد. فوصل للآية مية وثلاثة واربعين. بعد البسملة من سورة الاعراف. التي جاء فيها. وخر موسى صعيقا. هو الشكل قراها. ذخار موسى زائفة. خار. انت تعرف فارسي. شوية تعرف فارسي. خار. حمار. فهو افتهمها هالشكل. انه حمار موسى. ضعيف نحيف. بخار موسى. زعيفة. صعيقا. صورها زعيفة. فهو يدبر بالآيات. يخاطب النبي موسى. يقول له. قربونة بران. فدوى اروح لك. اي بيغمبر خدا. يا نبي الله. تو. زعيف بودي. خارتهم زعيف بود. انت كنت نحيفا. وحمارك ان كان نحيف. باعتبار المعروف في الروايات. ان موسى كان نحيفا جدا. فيقول له. قربونة بران. اي بيغمباري خدا. يا نبي الله. يا رسول الله. تو. زعيف بودي. انت شنت ضعيف. خارتهم. زعيف بود. كما انت كنت نحيفا. كان حمارك نحيفا. اعتقد هذا يفهم اكثر منك. ومن البقية من الاغايون. من تقرؤون القرآن. ومن تقرؤون. الزيارات والنصوص. شنون راح تفهمون ما ادري. انتم مش عارفين عن الائمة. ماذا تعرفون عن رسول الله. واهل رسول الله. شنون هذا التمضرط. يا ابو علاوي حبيبي. اعلم يا بني. ان الصلاة اخذناها من الائمة. وهم اخذوها من النبي. وهو اخذها من الله. ولا يجوز لأحد حتى النبي. ان ينقص او يزيد فيها. والشهادة الثالثة. وهي الشهادة. لعلي بن ابي طالب. وهي جزء من مذهبنا. ولا من مذهبنا. جزء من ديننا. القرآن قال. اليوم اكملت لكم دينكم. ما قال اكملت لكم مذهبكم. الاية صريحة. اليوم اكملت لكم دينكم. ديننا اكمل بولاية عليا. ببيعة الغدير. نحن ما عندنا مذهب. ليش ما تفتهمون. يا مراجع النجا. والعباس ابو فاضل ماكو مذهب عند اهل البيت. ليش ما تفتهمون. لون تبقون بهذه العقلية المستعمرة. خلونا نتعاون. خلونا نتعاون. خلصوا انفسكم. وخلصوا الشيعة وياكم. خلونا نتعاون. انا واحد منكم. اشتردون تحسبوني. اخوكم. ابنكم. خادمكم. خلونا نتعاون. ليش تضللون الناس. انتم ضالين. وتعرفون الحقيقة. تعرفون الحقيقة. ليش تضللون الناس. ليش متحشون الصدق. والشهادة الثالثة. وهي الشهادة. لعلي بن ابي طالب. وهي جزء من مذهبنا. ولا يتم الايمان الا بها. ولكن الله. لم يأمرنا بها في الصلاة. من الذي. وكلك عن الله. ان تقول. من ان الله. لم يأمرنا بها في الصلاة. من الذي وكلك عن الله. النصوص في الكتاب الكريم. وفي احاديث العترة الطاهرة. سأتناولها. في حلقة يوم غد. ان كان هناك متسع. او في التي بعدها. مثل ما. اعرض عليكم الان. الشهادة الثالثة. والفتاوى بخصوصها. بحسب. المذهب. الطوسي. الضال. النجس. القذر. الخرئ. وهاني. اقرأ. فساوى هذا المذهب. يسمونها فتاوى. وهي في الحقيقة. دون الفساوى. الفساوى. انظفوا. واطيبوا ريحا منها. واطهروا منها. هذه فساوى مراجعنا. العظام. لا بد ان نقول العظام. هذه فساوى مراجعنا العظام. ولكن الله لم يأمرنا بها في الصلاة. وإضافتها تبطل الصلاة. من طيح الله صلاتك يا شيخ بشير. صلاتك باطل وطيحها. وإضافتها تبطل الصلاة. فعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها. مع الإضافة التي هي غير مأمور بها. وغير واردة في الشرع الشريف. ما هو الشرع ما لتخل فوق. جبت وياك مناك من الهند. نبهاتك. وعليك أن تستنيب من يصلي عنك صلاة الطواف في مكة. وحجك صحيح والله العالم. لحقه حتى على صلاة الطواف. خاف ذاكر أمير المؤمنين. بصلاة الطواف بالحاج. ويجوز قابلين من ذيك الصلاة. لحقه عليها حتى يخربها إليه. والله ما طيحه حضنه. من سنة أربعمية وثمانية وأربعين. أو إلى اليوم إلا ذهل المراجع. وما أبطلت صلواتنا إلا هذه الفساوى. الصادرة من المراجع العظام. هذه فساوى مراجعنا العظام. نذهب إلى فاصل. سؤال موجه إلى بشير النجفي. وهذا الجواب وقد قرأته عليكم قبل قليل. أعرض لنا اثنين وعشرين. وبعد اثنين وعشرين. هذا هو السؤال والجواب. أعرض لنا اثلاث وعشرين. هذه صورة الموقع الذي أخذنا منه السؤال والجواب. نذهب إلى سؤال آخر على موقع بشير النجفي أيضا. رجاء اعرض لنا هذا السؤال. السؤال جوابه طويل. فلذا سيكون متحركا. هذا هو الجواب الذي يُعرض على شاشة بين أيديكم. س حافظه يبدوا entirelyi خ umيين. أوشوا بحش Banذا decides whilst تخش بكر أغشان. سيكون متحركا هذا محصخص أن الموقع سيكون متحركا هذا الموقع التي تتى الدين اليوم. بعضك من الوصول الله. سأبدوا الم provبسطة. سيكون متحركا الأفضل. سيكون متحمر الأفضل. اشتركوا في القناة نصيحة يا أبو البشائر لا تطول بالأجوبة من الطولة قومت مسلت صير مثل السيستاني إجابات سريعة الأحوط وجوبا تركه وخصمها أنت من الطول بالحشي تقوم تمسلت وهذه ظاهرة في أجوبته هوايا بيها تمسلت تمضرط وتمسلت هوايا بيها السؤال الذي وجه إلى بشير النجفي ماذا يحصل إذا قرأنا الشهادة الثالثة في التشهد لأن زميلي في الصف يقول إن الشهادة الثالثة جائزة في التشهد وأنا أعرف أنها غير جائزة في التشهد ومستحبة في الإقامة والأذان الجواب باسمه سبحانه لم يثبت بخبر معتبر ولا في كتاب حديث معتبر أن أي من المعصومين أتى بشهادة ولاية علي بن أبي طالب أثناء الصلاة في التشهد وإنما جاء فقط في كتاب الفقه الرضوي وإنما جاء فقط في كتاب الفقه الرضوي هذا الكلام ليس صحيحا لأنك جاهل بالأحاديث والروايات هناك روايات في كتب أخرى في غير الفقه الرضوي وقد ذكرتها في برامجي فأنت جاهل لذلك نصحتك أن تجعل الأجوبة قصيرة من الطويل تقوم تمضرط شيخنا وهذا جزء من تمضرط مالتك وإنما جاء فقط في كتاب الفقه الرضوي والمعروف على الألسن أن هذا الكتاب إملاء الإمام الرضا وهذا اشتباه كبير فإن في الكتاب أمورا لا يقول بها شيعي أصلا ما هي كتب الحديث مليئة بروايات التقية فما هو المانع في ذلك ومن باب المثال إنه يقول يجوز الاكتفاء بالوضوء بغسل الرجلين وهل من شيعي أو إمام من أئمة الشيعة يقول بذلك؟ نعم يقولون بذلك في حالة التقية وأنا أقول لك من الطويل بالحشيط بمضرط يا أبو البشائر يا حبيبي وبالتحقيق ثبت أن هذا الكتاب ألفه الشلمغاني في عصر الغيبة الصغرى وقد لعنه الإمام الحج على ما روي في توقعاته وهو أضاف هذه الشهادة للصلاة لإثبات ولائه لأهل البيت أكثر من غيره وأشد من سواه هذا القول ليس متفقا عليه الفقه الرضوي هناك العديد من الأقوال بخصوصه قد تصل إلى عشرة أقوال القول من أنه كتاب التكليف للشلمغاني هذا قول ابتدعه حسن الصدر السيد حسن الصدر وتبعه على هذا من تبعه وأنتم تركضون وراء كل قول يكون فيه تضعيف لحديث أهل البيت الفقه الرضوي كتاب كبقية الكتب تعرض للتحريف والتصحيف فيه ما هو بلسان التقية وفيه ما هو بلسان الحق المر كتاب كبقية الكتب والشيعة لم يهتم به ولذا تعرض للتحريف وللتصحيف والتغيير الأحاديث فيه تعرض على كتاب الله إذا شككنا فيها هذا هو ميزان التقييم عندنا عن العترة الطاهرة الأحاديث التي هي واضحة في التقية لا نعمل بها الأحاديث التي هي في أفق المدارات نتعامل معها وفقا لقواعد التفهيم عند العترة الطاهرة كتاب كبقية الكتب فيه ما هو صحيح صاف وفيه ما هو قد تعرض للتحريف والتغيير والتبديل القول من أنه للش المغاني أنت حر أن تتبنى هذا القول هو قول من عدة أقوال ليس هناك من اتفاق على هذا القول وبما أنك تبنيت هذا القول فأنا أقول لك بما أنك تبنيت هذا القول واعتمدت على التوقيعات التي لعنت الش المغاني فالكتاب ألفه الش المغاني أيام هداه ربما حرفه بعد ذلك ربما النائب الذي من خلاله عرفنا أن الإمام الحجة قد لعن الش المغاني هو الحسين بن روح وطوسيكم في كتاب غيبته كتاب الغيبة للطوسي طبعة شركة الأعلم بيروت لبنان صفحة 247 نقل عن النائب الثاني الذي صدر منه ومن خلاله لعن الإمام الحجة للش المغاني لما سألوه عن كتب الش المغاني وهي كثيرة ومن أكثرها انتشارا عند الشيعة كتاب التكليف هذا الذي تزعم أنت من أن الفقه الرضوي هو كتاب التكليف لما سألوا الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر ابن أبي العزاقر هو هذا الش المغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء لأنه كان مرجعا للشيعة آنذاك بإجازة من النواب الخاصين أيام هدايته لكن بعدما لعن فكتبه بقيت في بيوت الشيعة هو لم يحرفها بقيت على حالها وكتاب التكليف كان أشهرها لأنه كان يمثل الرسالة العملية لشيعة زمان الغيبة الأولى ولم يكن هناك من تقليد التقليد مشرع ولكنه لسفلة الشيعة مع وجود النواب ليس هناك من تقليد كالتقليد الذي في زماننا إنه تعليم إنه تعليم حتى لو سميناه تقليدا إنه تعليم أما التقليد الذي في أيامنا هذه طقوس كهنوتية قذرة أخذها مراجع النجف من خلال الشيطان الذي علم المسيحيين الكاثوليك الكهنوتية وعلم مراجع الحوزة الطوسية الكهنوتية أيضا ما هم يشربون من نفس المشرب الشيطاني فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال النائب الثالث الحسين بن روح أقول فيها في كتب الشنمغاني ما قاله أبو محمد الحسن بن علي إمامنا العسكري صلوات الله عليه وقد سئل عن كتب بني فضان بنوا فضان رواة حديث كانوا مهتدين في بداية أمرهم وظلوا بعد ذلك أصبحوا فطحيين من الفرقة الفطحية فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء من كتب بني فضال الإمام قال الإمام قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فحتى لو أن الشنمغاني عبث بكتابه فإننا نميز الأحاديث لأن كتاب التكليف في أصله هو كتاب حديث نقله الشنمغاني عن الكتب القديمة الأصلية من كتب أئمتنا التي نقلها رواتهم وصنفوها وجمعوا أحاديثها إذا افترضنا أن الفقه الرضوي هو كتاب التكليف للشنمغاني مثلما هكذا توقع حسن الصدر واتبعه الذين اتبعوا ويبدو أنك من الذين اتبعوا ولكن من دون علم ولا تحقيق لو كنت محققا لعرفت أن الروايات موجودة في كتب أخرى ليست في الفقه الرضوي فقط ولو كنت متابعا جيدا لبرامجي أنا أعلم أنك تتابع برامجي في مكتبك وفي بيتك المعلومات عندي من تلامذتك ومن أسرتك أنا أعلم تفاصيل الأمر بكله وماذا تقول وماذا تتحدى إن كان في بيتك أو كان في مكتبك فلو كنت محققا ومدققا لعرفت أن الروايات ليست موجودة فقط في الفقه الرضوي فهي موجودة في مصادر أخرى عد إلى برامجي وستعرفها وإذا كنت متبنيا لرأي حسن الصدر في كتاب الفقه الرضوي من أنه كتاب التكليف للشالمغاني وأنت تعتقد بأن الشالمغانية قد لعن فإن اللعن صدر من النائب الثالث والنائب الثالث هو الذي يقول تعاملوا تعاملوا مع كتب الشالمغاني مثلما أمرنا إمامنا الحسن العسكري أن نتعامل مع كتب بني فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا فآراء الشالمغاني له ورواياته لنا هذا هو الذي قال به الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه إن كنت عالما ومحققا ومدققا ولا أظن ذلك حالك كحال جماعتك السابقين كإسحاق الفياض والذين سبقوا إسحاق الفياض فإسحاق الفياض الذي جعله الأعلم هو السيستاني وأنت تابعت يا أبو البشائر تابعت الحلقات التي أدخلت فيها إسحاق الفياض في سنار القمر المركزي وكنت تدعو في نهاية كل حلقة أذكرك بماذا كنت تدعو اللهم أنسه ذكرنا هكذا كنت تدعو أبو البشائر حبيبي التفاصيل كلها عندي عنك وعن الباقيين من جبيركم لصغيركم أعود إلى جوابك على سؤال السائل تقول وبالتحقيق ثبت ثبت عند حسن الصدر وليس عندك أنت لست محققا لو كنت محققا ما تقول هكذا تمسلت شيخنا هذا تمسلت هذا وبالتحقيق ثبت أن هذا الكتاب ألفه الشالمغاني في عصر الغيبة الصغرى وقد لعنه الإمام الحج على ما روي في توقعاته وهو أضاف هذه الشهادة للصلاة ما هو دليلك أنه هو الذي أضافها ستكون رواية مشكوكة لا بد أن نعرضها على الكتاب سيصدقها الكتاب بحسب الآية الثالثة والثلاثين من سورة المعارج وهي تتحدث عن المؤمنين الذين يكونون قائمين بشهاداتهم بشهاداتهم قائمون فإذا ما عرضنا الرواية المشكوكة في الفقه الرضوي على القرآن القرآن يصدقها وحينئذ ستكون صحيحة هذا هو منهج العترة أما أنت تتحدث بمنهج الطوسي وبشكل خاطئ أنت لا تحسن منهج العترة ولا تحسن منهج الطوسي حالك حال إسحاق الفياض لا أدري ربما أدخلك السونارة في الأيام القادمة إذا كان هناك من متسع للوقت سأدخلك كما أدخلت رفيقك من قبلك إنني أتحدث عن رفيقك في النجف وإلا فأنتم أعداء المراجع كلكم بعضكم يعادي بعضا هذه هي الحقيقة وبعضكم يتجسس على بعض وبعضكم يحاول أن يورط البعض تتذكر يا أبو البشائر حينما وجهوا لك سؤالا بخصوصي وقلت ما قلت من الهراء وأجبت على هرائك في حينها وقلت لك يا أبو بشيت بيش بلشيت وين بلشيت يا أبو بشيت اش جافك علي وفي وقتها سلختك سلخا صلختك صلخ معدل بعدين أنت تقول تقول أنا ورطوني أكوجها ورطتني جماعتك يقولون محمد رضى السستاني دفع عليك واحد سعي لك هذا السؤال بخصوصي أرادني أصلخاك وفعلا أنا صلختك شنو أسوي لأن أنت اللي ابتدأت واللي يهدق الباب لازم يحصل جواب يا أبو علاوي حبيبي وجوابك كل خرط للأخير الجواب طويل وأكتفي بما ذكرته من هذا الخرط من سماحتكم دام ظلكم الوارف كما دامت الظلال الوارفة لبقية مراجعنا العظام لازم نقول العظام لبقية مراجعنا العظام نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قلت وَمَا يَعْنِي بِالتَّزَايُّلِهِمْ قال وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله أعرض لنا رقم 24 هذا هو السؤال والجواب أخذناه كما هو من الموقع الألكتروني لبشير النجفي وأعرض لنا رقم 25 هذا هو الموقع الألكتروني الذي أخذنا منه السؤال والجواب مثل ما جاء في الموقع إذا كان هناك من أخطاء هي أخطاء الموقع الألكتروني الرسمي لبشير النجفي وقت الحلقة صار طويلا بقي عندي اثنان صادق الروحاني ومحمد تقي المدرسي نأتي عليهم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر